تتعرض محمية الشرمة الواقعة شرق مدينة المكلة عاصمة محافظة حضرموت التي تعد من أهم المواقع في اليمن لتعشيش السلاحف تتعرض لعدد من المخاطر والمشكلات وذكر خبراء في البيئة أن مهددات وأخطار عدة تواجه المحمية ومواردها الطبيعية ويتسبب بعض زوارها والصيادون في كثير منها ما يهدد المخزون الطبيعي فيها وأشار المختصون إلى أن هناك أعمال سطو على حرم أراضيها ورمي نفايات إضافة إلى الضجيج واستخدام الإنارة بالقرب من مواقع تعشيش السلاحف إضافة إلى وجود الكلاب الضالة وسرطانات البحر ما يؤدي إلى إطلاف البيض وتتميز محمية شرمة بالتنوع الحيوي الذي أكسبها أهمية خاصة تتمثل في وجود واستيطان السلاحف البحرية النادرة مثل السلاحف الخضراء والسلاحف ذات المنقار الصقري وهي من بين أهم الكائنات الحية النادرة والمهددة بالانقراض من على كوكب الأرض حيث تتخذ من شواطئ المحمية موقعا ملائما للتعشيش ووضع بيضها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر